السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من حزبة بيرم عندي إشكالية حصلت لي من أول ما بدأنا في هذا البرنامج إشكالية إني بقى عامل كإعلامي وأنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة قلت يا جماعة أنا مش حد إعلامي أنا حد مقدم برنامج معني بصناعة أعمل في هذه الصناعة الكلام ده يساوي إيه؟ يساوي أن لما بيكون في مشكلة في الصناعة أنا بتأثر بيها الكلام ده معناه أن أنا بحزن من حاجات وبفرح لحاجات الكلام ده معناه أن أنا بحب وبكره الكلام ده معناه أن أنا ما ينفعش أبقى حيادي لازم على المدار يكون ليه موقف أنا ليه رؤية لأن دي صناعة أنا بشتغل فيها ليه رؤية وليه وجهة نظر فدائما هكون منحاز لما أراه صحيحا وما أراه صحيحا دي ما جاتش من فراه يعني ما أراه صحيحا جت من خبرة سنين وجت من عمل عام على مدار سنين وكذا 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 فأنا باعتذر للمعتقدني إعلامي أنا مقدم برنامج مهتم بهذه الصناعة وبتأثر وبأؤثر في هذه الصناعة وعدتكم المرة اللي فاتت أنه هيكون معنا ضيف حلقتنا المهندس ممدوح العمري رئيس مجلس إدارة شركة مزرعتي كنا عرضنا أجزاء من الإيفنت الحلقة اللي فاتت المرة دي بقى إحنا معنا المهندس ممدوح بشحم ولحم هيكلمنا عن تفاصيل شركة مزرعتي والمقدمة اللي فاتت كانت عشان أقول لكم أن أنا بحب شركة مزرعتي أنا معجب بيها معجب بشغل المهندس ممدوح العمري شايفه بيعمل حاجة مهمة لهذه الصناعة شايفه ما وقفش عند حد معين شايفه بيتطور شايفه وباختصار المستقبل أهلاً وسهلاً بيك مهندس ممدوح العمري نورت حزب الدر أهلاً بيك يا أستاذ خالد والله يعني مقدمة جميلة جداً بشكرك عليها وببارك لك الأول على المسم الثالث إن شاء الله يكون اللي يتطوير الصناعة ربنا يبارك في حضرتك يعلم ربي إن أنا لقوا جاملك وإن أنا بقول ما أعتقد صحيحاً أنتوا حد مميز جداً وحد مجتهد جداً وأنا شفت شغلكم لدرجة إن من كتر ما بتكلم عنكم اعتقدوني شريك معاكم في هذه الشركة وإن كنت عايز كلمة حق أنا شريك معاكم وداعم لكم شريك معاكم شريك محب شريك بالحب معاكم كلنا شركاء في النجاح إن شاء الله لتطوير الصناعة اللي ينتجي الحيواني بداجيني طيب عايز نبدأ بدايات سهلة وبعدين نخش في اللي بعد السهل جميل مزرعتي عايز أخد فكرة عنها خدمات مزرعتي مزرعتي شركة إيه؟ تفضل مزرعتي شركة خدمات تسويقية متكاملة مختصة في مجال السرعة الحيوانية والداجينة والسماكية إحنا بنقدم أربع خدمات بنقدمهم من خلال بلادفور متكاملة عندنا من خلال الموقع بتاعنا والأبليكيشن الأربع خدمات دول بتوعنا اللي هم أكاديمية مزرعتي وبورسة مزرعتي وسوق مزرعتي ودليل مزرعتي كلهم بيبقوا أونلاين وفيه بس هو الدليل المطبوع منهم الأكاديمية دي أو الأكاديمية أونلاين دي بتعرض كورسات مختصة بمجال الانتاج الحيواني والداجينة والسماكي فيه عندنا السوق ممكن أقف واحدة واحدة عشان ما انتهش من بعض الأكاديمية نتكلم في ما دور الأكاديمية في خدمة صناعة الدواجن أو صناعة الانتاج الحيواني بصورة عامة الأكاديمية إحنا في الأول يعني أنا خريج زراعة 2003 خريجي انتاج حيواني أول لما اشتغلت لقيت أني فيه طفرة بين سوق العمل واللي خدنا في الكلية وجهت مصاعب كتيرة عبالا مما تكونت الخبرات بتاعي يعني هي دي من جات فكرة مزرعتي من خلالها إحنا عايزين إيه أنا عايز أكتسب الخبرات الخبرات دي هلاقيها فيه دورت كتير ملاقيتش فهو دي جات لي منها الفكرة أن أنا أعمل أكاديمية أونلاين أي حد يقدر يرجع لها فيها يلاقي فيها كل العلم العملي ده مش من خلالي ده بيكون من خلال داكاترة وأساتزة متخصصين في كل مجال إذا كان دواجن أو لارج أو سماك كل واحد في مجاله بيقدر يقوله التفاصيل بنساعد من داكاترة بيطريين المهندسين الخرجين الجداد أن هما يقدروا يكتسبوا بعض الخبرات طبعا الخبرات أكيد لازم هياخدها في الحق بس برضو يعني دي نواة يبني عليها يعني الأكاديمية دي محاضرات أونلاين يا بش مهندس محاضرات أونلاين بيقدر ياخدها كل إحنا كل خدماتنا مجانية دي مش مدفوع لا كل خدماتنا مجانية بتبقى أونلاين مجانية هو يقدر من خلالها أنه هو من خلال التسجيل أنه هو يقدر يخش يشوف كل الكورسات اللي هو مهتم بيها إذا كانت بقى في مجال التغذية أو الرعاية هو حسب هو اهتماماته يعني مان فيه طبعا كمان معنا في الأكاديمية بيبقى حطين معها ورش عمل تفاصيل أكتر عن موضوع معين وفيه قصص نجاح يعني عشان نظهر الوجه الحسن للصناعة فيه عندنا يعني رول موديل للناس يعني عملوا نجاحات في الصناعة فإحنا بنجيب لهم الناس دي تقول لهم النجاحات دي عملوها من خلالهم إزاي تمام ده بالنسبة للأكاديمية تمام فيه بعد الأكاديمية عندنا البورصة البورصة دي يعني هي بورصة أسعار بنشوف منها يعني متوسط أسعار السوق إذا كان خمات أو أعلاف أو كاتاكيت أو اللحوم دي عشان يعني المربي بياخد نظرة عامة على الأسعار اليومية هو يشوف السعر اليومي عايز يعرف سعر كاتاكوت من كل الشركات المتاحة يقدر يقارن بينهم كذلك الأعلاف برضوك الأسعار يومية إذا كان خمات الأعلاف دورة سوية رضة عباد واللحوم إذا كان بقى يعني مزرعة مواشي يقدر يعرف عجول الأنية العجول اللحم هي أسعار مشة في السوق طيب إحنا حضرنا من فترة إيفنت مع حضرتك وهذا الإيفنت معنا فيه فيديوهات كتير فأنا هستسمحك ما بين الحين والحين نعرض فيديو من الفيديوهات نشوف شغلك وإحنا بنتكلم يعني نشوف شغلك وإحنا بنتكلم نبص نشوف إيه اللي عمله المهندس ممدوحي العمر نشوف الدكتور دكتور أول حاجة نشوفه الدكتور ده دكتور مجلس سيد رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك طبعا كان حاضر معنا في الإيفنت أنا عارف مانا كنت موجود يعني طبعا غاني عن التعريف شركة ميفاك شركة الشركة المحلية شركة التحصينات الأولى في مصر صناعة المحلية دكتور مجلس سيد نسمع شهادة دكتور مجلس سيد في المهندس ممدوحي العمر وفي مزرعتي ونكمل أولا بشارة كبيرة لنا أننا نتقرب في أي مكان في جمهورية مصر العربية أعتقد التكريم هو جداية للناس الذين وصلت في ميباك بدون استخدام اللقاح في جمهورية مصر العربية بدون أن الناس الذين في مصر تقتمع بأن هناك قدرات مصرية تستطيع تعمل هذا لا أعتقد أننا ننزل مزل اللقاح الصورة نجحنا أن نأخذ القطوة الجريئة ويوم ما قلنا نعمل مصنع كل مصر من أول وزير الزراعة ما عدت معه مهندس مين أباثة في هذا الوقت قال لي أن تبتح لها استحالة لتعمل لقاح لقاح في الوانزل كيف تعمل لقاح للحمة كل عين الحمد لله النهاردة أكبر شركات الدواجن في مصر أكبر مزالة لإنتاج الحيواني في مصر تستخدم اللقاحات لذلك الفضل ربنا سبحانه وتعالى ثقة الناس الذين معانا في الشركة لنفسها والقدرتها وأهم حاجة العملة لستخدموا لقاح فالشكر كل شكر لهم بلشكر مزرعتي القائمين عليها على الإنجازات التي تعملوها على فكرة أنا بشبهكم فيه بات لأن أنتم عندكم تطوير مستدام أنا زمالي الأحلى للقادي والمجموعة بس فبالي يقول لي إحنا رحين نحضر في الجامعة أمريكية للمزرعة إحنا رحين نحضر في أكاديمية للمزرعة فأنا سعيد بالتطور شهادة من حد طبعا شهادة نعتذر بيها من دكتور أستاذ دكتور مجد السايد طبعا طيب نرجع تاني ونقول أنا أرى كمربي قبل ما أكون قاعد محارطك هنا أو اعتبر أن دي رؤية مجموعة من المربيين أنا مزرعتي بعيدة أنا المربي مش بتلمسوا مع المربي تلميس مباشر يا باش مهندس ممدو مبدئيا أنا مربي مربي يعني ليك علاقة أنا عندي مزرعة للدواجن ومزرعة للارج أنا مربي من الأول فأنا مربي أنا يعني عارف كل المشاكل اللي بيتمثل المربي دي أول حاجة آآ ثانيا المربي يعني إحنا بنفيد المربي اللي عايز يتعلم باتفيد المربي اللي عايز اللي عايز يتعلم عايز ياخد معلومة بيجي إآآ من خلال شركة مزرعتي بيوصل للمعلومة اللي هو يعني آآ بنفيد المستثمر الجديد مستثمر الجديد داخل الخلق على المجال المزرعة بنقدر نوفر له كل الخمات اللي يجيبها منين كل اللي هيحتاجه داخل المزرعة نقدر نوفره باش محمد زمان دور تقريبا مش هو ده سؤالي أنا سؤالي بوضوح خالص أنت يعلمك القاصي والداني في الشركات وفي مصانع الأعلاف وشركات الأمهات وكذا 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 هذه التروس من الصناعة تعلم مزرعتي وتعلم المهندس ممدوح العمر فئة المربي لو احنا قلنا لهم مزرعتي أنا أعتقد أن في مجموعة كبيرة منهم مش هيبقوا عارفين مزرعتي كلام غير صحيح لا أعادي خالص عندنا على صفحتنا على الفيسبوك أكتر من 200 ألف متابع لنا الموقع بتاعنا بيزوروا شهريا أكتر من 700 ألف متابع زيارات 700 ألف 700 ألف عندنا على الأكاديمية عندنا 7000 أكاونت دول يوزر بيستخدموا الأكاديمية عندنا فدي أرقام يعني لا هي أرقام أرقام كبيرة مش مش شوية عشان نحن نكون بعيد عن المربي تماماً يعني إحنا بخدماتنا إحنا كل حاجة بنوفر للمربي لو هو محتاج أسعار بنوفرها له محتاج يعرف الشركات يعرف الأدوية المتاحة يعرف التداخلات بتاعتها كله ده هيبقى بمتاح من على الموقع بتاعنا تماماً فضلوا جماعة أستسمحكم نسمع كلمة الدكتور مجديل مش حننكر إن إحنا نصنعها يعني بتعرض لمكتير من المشاكل إنما في إيدينا إن إحنا نطلع من هذه الكابوة أو نتجاوز هذه الكابوة لو رجعنا للعلم والتكنولوجيا لأنه يوم العلم والتكنولوجيا هي القاطرة اللي بتشد كل مجال ومجالنا التطور فيه سريع جداً إحنا مزال عندنا مزارع نقدر نور عليها عشاش كبيرة ما زلنا بنرمي النافق في الطرق وبنرميها في الترع وفي الرشحات إذا ما كانش فيه وقفة جدة لانتشار هذه الصناعة والتخلص من كل ما هو يعني قديم وبيعيق التقدم في الصناعة إحنا هنتنينها محل كسر الأشكال النمطية من المزارع القديمة اللي بتفتكر إلى العزل الحراري اللي بتفتكر إلى التهويس الجيدة اللي بتفتكر إلى تضيق برامج الأمن الحاوي فحتنها بمثابة جرح في جسد هذه الصناعة ألف به في الصناعة هو الأمن الحيوي وأنا مش هينفع أمشي بدوس بنزين ودوس فرامل لنفس الوقت الفرامل دي دي يعني دي أو دوسها عند الطوارئ إنما لازم الصناعة تنطلق تنطلق بدون معوقات أو بأقل المعوقات لأن ما فيش يعني إحنا بلد نامي وبنعاني من كثير من المشاكل الاقتصادية إنما بأقل المشاكل ممكن نبدأ صناعة جديدة لازم يبقى فيه تحالفات ما بين المربين الصغيرين والاتحاد يقوم بدوره وينورهم ويعرفهم بطريق الصح الحكومة تقوم بدورها في الناس تنديهم كروض وتمويلات زميلنا وأساتذاتنا يدوهم الثقافة والوعي إنهم يربوا صح الثقافة والوعي في التهوية الثقافة والوعي في احتياجات الطائر من العلف ومن الهوى ومن المية ومن البروتين ومن الحرارة والحدود الدنيا من المشاكل زي الأمونيا وزي الكربون داكسايد والتسمم والحاجات دي كلها إحنا مش مصنفين إن إحنا عندنا نيكسل بالنسبة بالمكتب الأوباء العالمي اللي OIE لو دخلت عليه هتلاقي مصر خاليا من النكسل طيب لازم أولا نكون صادقين مع نفسنا ونعترف بواقعنا أول بداية العلاج إن أنا نعترف بالمرض وأبدأ أشوف إيه العلاج أو إيه المكان اللي هتعالج فيه لازم نعترف بواقعنا دي نمر واحدة بواحدة كده نشوف إيه المشاكل نشوف إيه الأسباب ونقلل الأسباب دي إزاي إحنا مش هنطلع يعني مش فجأة كده حننتقل من دولة موجودة إيه لدولة دكتور ممدوح أستسمحك دكتور مجدي القاضي معنا في الأكاديمية ولا؟ دكتور مجدي مشارك معنا بكورسين في الأكاديمية كورسين يعني اللي حب يسمع الدكتور مجدي القاضي المفترض أنه يسمعه من خلالكم موجود معنا في كورسات معروضة عندكم مجانية 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 تماما طيب حاسس أنك ساعات بتبتدع حاجات جديدة ده ما بيسبب لكش مشكلة يعني أنك تكون البادئ في القصص دي دايما على طول دي بتعمل لنا صعوبات في الأول إن إحنا يعني شعرنا أساسا بنتطور الصروة الحيوانية وداجينا في مصر فبيقابلنا صعوبات في الأول إن إحنا عندنا فكر وعايزين نطبقه تماما فما بنعرض على الناس الفكر فكر جديد طبعا في الأول بيقابلوا ناس اعتراضات وإزاي وده ما مش ده اللي كنا بنعمله هذا ما وجدنا عليه آباؤنا آباؤنا بس الحمد لله يعني عندنا القدرة التيم بتاعنا التيم كبير بنقدر نقنع الناس باللي إحنا عايزين نعمله وبعد ما بيشوفوه يعني الحمد لله يعني الناس كلها بتشوفوا إن هو ده اللي كان مفروضي حضرت معاك تلاتة إيرانت الحد الوقت حقيقي صعب جدا إن الناس دي تتجمع في مكان واحد من الناس اللي صعب إنك تقابلها في الحياة في الحياة اليومية معنا المهندس توني فريغ مهندس توني فريغ المدير التنفيذي المجموعة الوادي المجموعة الوادي ممكن نشوف كم بيقول إيه في مزراتي تمام تفضلوا عمان تحتمائة وتمانية وخمسين أنا سلكت نفس المنهج والمنهج يقتصر على مثبتات لا نحيد عنها أولاً الاعتماد على العلم في عملنا ثانياً الاعتماد على الأمانة في ما ناعد به المنهج الشفافية والأمانة في العمل والاعتماد على العلم والمنطق والابتكار هو منهجنا نحن كمجموعة لدينا ميزة أن نفكر خارج الصندوق نفكر من خارج الصندوق دائماً نطلع بأفكار ومننفذها اللي هي بتضيف لهذه الصناعة وبتكبر الصناعة بأقل التكاليف والاعتماد على المقاومات المصرية الموجودة لدينا ومقاوماتنا هائلة نحن في مصر لدينا مقاومات بشرية ومادية هائلة وتحتاج إلى قليل من الفكر والابتكار لحتى نقدر نعظم من قيمتها الدكتورية سياسة إدارة قصيرة المدى قصيرة المفعول نحن نؤمن بالإقناع ونؤمن بالتشاور والدليل على ذلك أنه أنا عندي من خيرت الشباب بيشتغلوا معانا في الشركة ومحط أنظار كثير من الشركات إن كان من صناعة الدواجن أو خارج صناعة الدواجن والسبب أنه التناقش في العمل يسمح لتطوير الإنسان إحنا ما منقومش بعملنا لوحدنا أنا لوحدي ما مقدرش أوم شركة أنا مقوم الشركة لأنه مؤمن بكل إنسان من مدير كبير لعمل صغير في العنبر كل واحد له دور في تطوير العمل وتطوير الشركة وتطوير الصناعة هذا الذي نؤمن فيه على المستوى العملي أتمنى الاستقرار في الأسعار وفي مدخلات الإنتاج عشان الصناعة تقدر تأخذ بريك تقدر تأخذ فرصة لتنظم نفسها أكتر ومن نبقاش عم نعمل فايرفايتينج يعني ما نبقاش عم نطف حرائق نحن محتاجين فترة من الاستقرار لحتى نرجع نركز على تطوير هذه الصناعة تطوير الإنتاج، تقليل التكلفة بدل ما نكون عمالي بنحمل هم لنطف حرائق الصناعة عند المقومات أنه تفي بوعودها نحو توفير الدواجن والبيض للمستهلك المصري بأسعار منطقية جدا هذا لا يتم بالتهويل والتخويف هذا يتم بالعلم والاعتماد على المقومات البشرية والمادية الموجودة وموجودة بوفرة نحن محتاجين الاستقرار نحن نركز على عملنا ونقدر نوصل لمبتغانة من توفير للمستهلك بأسعار مكبولة إن شاء الله الناس اللي إحنا بنتفرج عليها دي واللي كانت نتجمعها كلها في مزرعتي مش إحنا بنسمعهم كده اعتباطاً يعني والناس دي ما وصلتش لللي هي وصلتله بالساهل فإحنا المفروض لما نسمع كلامهم نستفيد منه المهندس توني فريج قال كل ما حلوه قوي قال إحنا زهقنا من إن إحنا قاعدين طول ما إحنا بنشتغل نطفي حراي إحنا عايزين نستقر شوية وبدل ما إحنا طول الوقت قاعدين نطفي في حراي مش مهتمين بالإنتاج وقاعدين بنطفي في حراي وفي مشاكل الصناعة فاللي إحنا اتفرجنا عليه واللي هنتفرج عليه في بقية الحلقة واللي كلهم كانوا مجتمعين تحت سقف واحد اسمه مزرعتي ياريت نسمعهم ونستفيد منهم وبالمناسبة مش دي فيديوهاتهم الكاملة ده إحنا مقتطفين كلمات من فيديوهاتهم يا هتلاقوها معروضة على السوشيال ميديا بتاعة مزرعتي يا هتلاقوها عندنا على قناة اليوتيوب الخاصة بالبرنامج تقدروا تتابعوا الكلام كله بتاع الدكتور مجدي القاضي الدكتور مجدي السيد المهندس توني فريج بتاع كل الخضور وأنا سعيد جدا أن أنت عندك القدرة على أنك تجمع كل الشخصيات دي تحت سقف واحد وده حاجة فيها إعجاز يعني بصراحة الحمد لله يعني الفضل يرجع لربنا والتيم اللي معنا في الشركة إن هم بيقدروا يوصلوا للكي بيرسون في كل الشركات تقدروا يكنعوهم بفكرنا والناس الحمد لله متفاعلة معنا يعني هو التين ده محتاج حالة نتكلم عليه لأنه بصراحة حاجة إبداع وأنا قلت لهم قبل كده قلت لهم أنا معجب جدا بيكم وإن أنا لو فكرت أعمل حاجة بيزنس خاص يعني أول حاجة أفكر فيها أن أنا أخطفهم منك يعني لأنه هم حد مميز جدا أنا حقيقي مش عارف إنت إزاي بتنتقيهم بالـ فيه سؤال في موضوع التين حضرتك سنك مش كبير مش كبير قوي كبير مقاما إن شاء الله بس سنك مش كبير وهم معظم أعمارهم قريبة منك إزاي محقق المعادلة الصعبة دي في أني شفتهم واحد واحد ملتزم معاك التزام كأن أنت عمل حاجة ممدوح العمر وفي نفس الوقت بيحبوك إزاي أنت قادر تحقق المعادلة دي هو أول حاجة إحنا بنختارها في التين بتاعنا أي حد بيتعين عندنا جديد الطموح إن هو يكون عنده طموح إن هو يطور مجاله إن هو مش جاي يشتغل وخلاص فإحنا بندور على الناس كرياتي مش عايز واحد يجي بعدد سعادة العمل ويمشي بس عندنا في الشركة إحنا عيلة واحد كل واحد في الشركة لازم يبقى حاسس إن دي شركته فالحمد لله يعني عندنا تيم كلهم كف أنا عايز لاستسمحك أن أنت مش مهتم بس بالدواجن واللارج وأنت مهتم بالحيوانات المنزلية كمان آه معنا الدكتور محمود حمدي رئيس مجلس إدارة هابي بيتس ممكن دي مجموعة عيادات هابي بيتس ممكن نشوفه وكان بيتكلم معنا عن الطبيب البطري وإزاي ننمي الطبيب البطري تمام نشوفه معنا كان بيقول إيه في مزرعتي هابي بيتس هي مش مجرد مجموعة عيادات بس هي سلسلات عيادات في مصر في كهيرة مية نصر المهندسين السحل الشمالي وإن شاء الله بإذن الله قريبة فيه فراء أكتر هي سلسلات عيادات بتهدف لطب وجراحة لحيات الأليفة ورعايتها عن طريق إن إحنا مسؤولين عن الكشف على الأمراض وتشخيصها وإعطاء العلاج اللازم واستخدام أدق الأجهزة العالمية في مجال التشخيص العيادات بتضم فريق أعمالها أكتر من 50-60 فرد كلهم عندهم هدف واحد بس إن إحنا بنسعى لإحنا نخدم الحيوان الأليف الحيوان الما بتكلمش وإحنا صوته إحنا بنعبر عن صوته عن ألمه عن اللي بيحس به وبنقدر نشخص المرض اللي هو يعني مصبي ونقدر إحنا نعالجه وننقذ حياته من الموت ده باختصار بسيط جدا عن الرؤية والهدف بتاعنا اللي إحنا بنحاول نوصله إحنا نقدر نوصل لكل بيت لكل حيوان اتعبان أو مريض عنده مشكلة نقدر نعالجها طبيل بطري خط الدفاع الأول ضد الأمراض كعلاج للحيوان وقايم الإنسان اللي كتير أول من الأمراض المشترقة بنتنقل من الحيوان للإنسان فأنا شايف طبعا كعيدات بيطرية لها دور كبير أول في المجتمع مش بس مع الحيوان كمان مع الإنسان أي كيان ناجح لازم يبتدي بالعلم لازم يكون فيه تخطيط فيه دراسة ليه فيه استثمار عشان نقدر يوصل لمرحلة هو ينافس الكيانات مش بس المصرية الكيانات العربية والعالمية الموضوع ببساطة اللي إحنا درسنا واستثمارنا في المجال استثمارنا في نفسنا أنا كشخص مالك عيادات هابي بيتس درست إدارة أعمال إدارة مشروعات إدارة مستشفيات إزاي أقدر أن أنا أوجه وطور العلم أو المجال البيطري بأحدث التقنيات العالمية في مجال الإدارة وفي مجال الطب البيطري برضو قدرنا نعمل أكاديمية اسمها هابي بيتس عشان نقدر بقى لإحنا نوجه لأطباء البيطرين حديث التخرج نقدر نوجههم سوق العمل نقدر نعلمهم وندربهم عمليا وعلميا وفكريا عشان نقدر نوصلهم ونأهلهم لسوق العمل عشان يكونوا قادرين إن هم يوصلوا طريق النجاح مش بس إحنا مهمتنا اللي إحنا نعالجي حيونات لا إحنا كمان مهمتنا ومسؤولتنا إن إحنا نقدر نساعد الأطباء البيطرين وزملاءنا اللي هم يلاقوا الطريق عشان يكونوا زينا ويقدروا ويعملوا إنجاز وتقادم كبير جدا في المجتمع ونقدر نوعي المجتمع بهمية الطبير بيطرف المجتمع نوليدور كبير جدا وده هيجي عن طريق إن إحنا نقدر يساعد النشأ الخارجين الجدد والطلبة كمان إن هم يلاقوا طريق الحلقة اللي فاتت كان جزء كبير منها بنتكلم على فكرة شكرا وإن إزاي مهم إن الناس تقول لبعضها شكرا في الحياة الدكتور المهندس ممدوح العمري كل سنة بيقول للناس في إيفنت بيعملوا في نهاية السنة بيقول لهم شكرا في صورة تكريم بيكرموا لأشخاص معينة سؤال هسأله لحضرتك في البداية وسؤال غريب شوية بس معلش سامحني فيه حضرتك إحنا تقابلنا كم مرة في الحياة مرتين تلاتة مرتين تلاتة في أي علاقة بتربطنا بعض خارج المرتين تلاتة دول أنا يساعدني طبعا نبقى في علاقة ربنا يبارك فيك إحنا ما فيش علاقة ربطانة غير أن أنت حد في المجال وأنا حد في المجال ومهتمين بالصناعة مهتمين بالصناعة أنا كلمت في مزرعتي وسعيد بهذا التكريم وأفتخر بي وكل اللي كانوا في مزرعتي هم فخرين جدا بتكريمك ليهم شرف لين أنا تكرمت مرتين في مزرعتي السؤال ليه أنا بتكرم كبرنامج يعني أو ك ليه وإن التكريمات اللي بتحصل في مزرعتي حضرتك على أي أساس أو ما هو المقياس الذي تكرم من خلاله والشخصيات أو بمعنى أصح مش هنقول تكريم أنك بتقول لهم شكرا يا جماعة على مجهود على أي أساس بتنطقي هذه الشخصيات إحنا عشان نعمل السيرفيه عن الناس اللي هنقول لهم شكرا السنة دي فإحنا عملنا زي أبليكيشن بعتنا للشركات قلنا لهم اختارونا كل واحد يختار خمس أفراد من وجهة نظره هم مؤثرين في الصناعة فكل الشركة بعتت لنا الاقتراحات بتاعتها جالنا مئات الترشحات طبعا في ناس كتير تكررت فهما الناس تكررت دي هي جم وكرموا معنا في الإيفنت قلنا لهم شكرا تمام يعني إحنا يعني عايزة أقول لحضرتك يعني أنا أكتر من 80% من الناس اللي تكرمت أنا كان أول مرة أشوفهم وكان شرف لي طبعا أن أنا تعرفت بيهم طبعا دول المؤثرين في الصناعة أنا مش ملم بكل الناس المؤثرة بالصناعة بس أكيد إحنا عملنا سيرفي من كل الشركات اللي هي داخل الصناعة يعني عايز تقول لي أن حضرتك ما كنتش الحكم لا أنا مش الحكم الحكم تأثيرهم في الصناعة أهل الصناعة بنفسهم هم اللي انتقوا من وسطهم شخصيات لهذه التكريم أكيد ده دي الطريقة اللي حضرتك بتقول إن حصل بيها التكريم السنادي تمام طيب اسمح لي إن إحنا جزء من خدمتكو الشركات اللي بتقولوها بتعرضوها على الناس تقولوا يا ناس هذي شركات محترمة صح كلامي أكيد إحنا ما قبل الهواء كنت بتقولي إن في شركات الأدوية ممنوع حد يكون معاك ممنوع أي شركة دواء تعرض عندنا أي دواء إلا ما يكون معاها التسجيلات بتاعتك تسجيلات ما نقدرش نعرض أي دواء غير ما يكون مسجلة مهما كان المقابل لأن دا فيه يعني إرقابة على الحاجات إحنا الأدوية لهم المسجلة هي اللي نقدر نعرض حريصة على الموضوع دا أكيد أكيد دا ثقة الناس فينا لازم ننطقي الناس اللي هتكون معلنة معاك طيب نستسمحك نشوف أحد الشركات ونكمل الشركات بعدها فضل إحنا من أول ما دخلنا السوق المصري وإحنا كان رهاينا الأول والأخير على تقديم منتج جيد المنتج جيد المربي يقدم بنفت يقدم جودة عالي يقدم سعر متناسب مع وضع وتقلبات السوق الحمد لله تعالى إقدرنا في الأول والأخير بفضل من رب العالمين وبجودة منتجنا يعني اليوم أنا دائما أقول أنا تركيزي الأول والأخير كشركة ميماس بقدم منتج جيد بركز على جودة منتجه وبقدم سعر كويس لا تناسب مع متطلبات السوق وطبعا هذا الكلام اللي خلانا نقاوم ونوقف ونستمر والناس تحتفظ بمنتج الميماس وتطلبه ويتنتشر بشكل كبير جدا في النهاية كلنا شركات ربحية وبين نهتم بأنك أنت في الأول والآخر تحقيق أرقام وتحقيق تارجيتات وكل هالكلام ولكن دائما نحن نحاول نعمل بالانس ما بين أن نحن نحاقق أرقب الضبط ما بين الجودة والسعر ما بين أنك تحقيق ربحية للشركة اللي حالك شغال فيها ما بين تحقيق فائدة للمربي يعني دائما أنه هدفي المربي ينتج منتج يكوني كويس وبأقل تكلفة ممكن وبحاول أني أكون جزء من هاي المنظومة ومن هاي العملية اللي تقدم له هذا المنتج الجيد اللي يعطينا تائج يكون فعال في الحاقل ويكون فعال في الفيلد وبنفس الوقت ما يهرقوش ماديا يخليه يكسب ويستمر لأنه بالأول والأخير المربي هو المحور وهو العجل اللي بتخلينا نحنا كلنا ندور وكل شركات العلف والدواء والكاتكوت كلها تستمر يعني أنا في مصر من 2010-2011 يمكن عدت بأكتر فترة حارجي كانت مرت على القطر لمصر اليوم مصر بتتقدم للأمام بخطوات متسارعة كل آياتنا شايفين أنه اليوم مصر ويمكن هذا الكلام أنا قلته أكتر مرة بالفترة السابقة صارت بلد جاذبة للاستثمار بلد بتخلي فيها بيئة استثمارية عالية نحنا دخلنا بوقت كان الوضع صعب كانت البلد فيها شوية مشاكل اليوم لا الدينة كويسة نحنا شايفين الدولار سعره عم ينزل شايفين السوق عم يتحسن نوعا ما طبعا طبيعي أن يكون في الطرابة سود دواجن شوية منطلع شوية مننزل سود دواجن دائما زيجزل نحنا فتتحنا مصنع إضافات الأعلاف أنا بدأت بمنتغات جديدة يحنا اليوم كيمكن بالمؤتمر أعلنت على أربع خمس منتجات جديدة كان من ضمن تايلوزين وأمبروليوم وتيامولين أنا بخطط عندي 15 منتغ حيطلوعوا عشرين وواد وعشرين بنفس الوقت إن شاء الله تعالى خلال الـ 20-21-22 الخطة السلاسية اللي جاي احتمال كبير جدا نحنا نتوسع ندخل في مجال مصنع أدوي بشري وبطري في مصر اليوم زي ما قلت لحضرتك نحن عايزين نوسع استثمارات في مصر مصر بلد جاذب الاستثمارات بنفس الوقت بيئة وده ما بيكونش شتى مجروحة بالشعب المصري بس الشعب المصري شعب بيلم وبيحضن وبيخليك أنت بالزوء تدخل وتشتغل ده دكتور سوري هو صديقي بالمناسبة وأنا قابلته عندك مصادفة في الإيفنت وبالمناسبة أنا بستخدم منتجاته وهو منتجاته جيدة جدا يعني دي للمعلومات يعني عندي شركات تانية حالتك بتحب تقدمها فيه دكتور ياسر واكد رئيس مجلس إدارة شركة واكفار طيب أنا عايز أقول على حاجة قبل ما نعرض كلام الدكتور ياسر واكد إحنا مش بنعرضهم من باب الإعلانات يا جماعة إحنا بنعرضهم من باب إن دي شركات كبيرة وتقيلة ومسجلة ومرخصة ولها تاريخ ولها تاريخ فإحنا من أدوارنا إن إحنا نعلمك يا أيها المربي إن هناك شركات محترمة ومعتبرة بنقول لك اتفضلوا هي بدل ما أنت مثلا أنا آسف بتبقى رايح مش عارف شركة إيه كويسة وشركة إيه وحشة هي دي شركات كويسة اللي إحنا بنعرضها لحضراتكم دي شركات محترمة لها ثقل ولها اسم ولها تاريخ ومسجلة يعني نتفرج على مهندسي أسروي تفضلوا علماء ينقصنا في مصر الرقابة على الأسواق هي دي المشكلة الأساسية جودة المصنع السليمة وعدم جودة المصنع خارج إطار الترخيص والمنظومة السليمة للدولة فإحنا بنقصنا في الدولة الرقابة الشديدة على الأسواق اللي هتدي الفرصة والمجال للشركات المرخصة واللي بيتم رقابتها عن طريق الدولة أو الجهات المختصة في الدولة إنها تكون أفضل وتنمو أكتر وإن الدول مستخدم في الصناعة صناعة الدواجن والإنتاج الحيواني تكون على جودة عالية ومحدش يقدر يطلع الصمع عنها بش جيدة إحنا بدأنا تصنيع الأدوية من سنة 2003 فإحنا بقلنا خوالي 16 سنة في السوق المصري كمصنعين للأدوية البيطرية الحقيقة إحنا بنصنع جميع أنواع المرضات الحيوية الخاصة بصناعة الإنتاج الداجيني والحيواني يمكن متخصصين أكتر في الإنتاج الداجيني أو منتجات الإنتاج الداجيني بكل أشكالها كمرضات حيوية وكمان متخصصين في صناعة مكملات غذائية حيوانية فيما تسمى الإضافات العلافة عندنا مجمع صناعي كبير في العشم الرمضان على مساحة 12 ألف متر باستثمار يتعدل مليار جنيه لصناعات دوائية متخصصة مختلفة بشرية وبيطرية مش بيطرية فقط إن أنا يكون عندي جهة بتنزل تجيب الدولة اللي بش سليم ووجود تشريع قوي للمخالفة دي هي دي نوطة لأسية مفيش تشريع قوي عندنا في الحكومة الدولة حريصة جدا 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 على نهوض بصناعة البيطري في مصر أو الإنتاج الداجيني والحيواني في مصر بكل مجتمع كل سنة قلت الكلام ده على الستيج كل سنة انت بتبهرني وكل سنة بتعمل حاجة جديدة وكل سنة بقول إن ده آخر حاجة ممكن توصل لها وبقفاجأ السنة اللي بعديها بإنك بتعمل حاجة أكثر إبهاراً أستسمحك السنة الجاية الأخبار ناوي تعمل إيه؟ يعني ناوي تتحفنا بإيه السنة الجاية؟ لا لسه دلوقتي ما قدرش أقولك بس إحنا نويين إن شاء الله خلال سنة 2020 إن إحنا نشتغل على زيادة الوعي للمربي المربي مش هتطور من غير زيادة الوعي بتاعه لازم يعرف أكتر عن التربية والرعاية والتغذية التحصينات الشركات الموجودة في السوق إزاي يستخدم الأدوية إزاي يحصن الدواجم بتاعته لازم يعرف أكتر لازم يستشير أهل الخبرة إزاي يعني المربي لازم اللي يشرح الكاتكور بتاعه في المعمل لازم يعرف كده لازم يوصل عشان يوصل للمرض الصحيح في يعني مربيين أخذنا بالخبرة مش كل حاجة لا ينفعش لازم نشرح ولازم نهرف المرض نوصل للدواء المناسب مضاد الحياة المناسب هو كل ده احنا هنشتغل على الوعي بعد ما هنتفرج على الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة بليكسوفار رئيس مجلس إدارة شركة بليكسوفار هسألك على حاجة كنت قلتها لي فعايزك تشرحها للجمهور كنت عايز تعمل كونتاكت بين الشركات وبين المربيين بس في البداية نتفرج على بليكسوفار تفرج عليها مع بعض إذنكم الشركة بليكسوفار احنا متواجدين في السوق بقالنا 12 سنة كان تواجدنا في الأول عن طريق توزيع الأدواء البطارية وضفات العلاف تعلمنا كتير جدا من السوق ومربيين ومن أسازتنا كبار وكان لازم يكون لنا خط إنتاج خاص بينا فالشركة قررت إنها تعمل مصنع خاص بيها ولكن كان قررنا إن احنا نعمل مصنع ياخد كل المواصفات العالمية وكان هدفنا فيها التصدير وطبعا سياسة الحكومة والبلد الفترة اللي جاية تشجيل السصمار وده كان حاجة كويسة جدا أنا محبش إجراءات الورقية خالص دخلنا هاية السصمار تقريبا إحنا كنا نشرب في إنجالها وعلى الورق ما يخلص بصراحة يعني أنا كنت بسمع الكلام ده لما شفته مرتحنا جدا ولا في وساطة ولا كل حاجة على شباك واحد ورقة واحدة بتخلص كل حاجة موجودة في فترة من فترات فترة ريبة جدا يعني كان سوق دول مضروب وتحت بيها السلم أو سما تحت بيها السلم كان عامل يزعج لكل الناس في البلد سواء مستثمرين أو مربيين أو كل القطاع كان ولكن الفترة الأخيرة وإمكان سنتين الأخيرة اللي فات ودولت كان في حملات مشددة وارقابة جيدة جدا فالحملات دية قدرت أنها تقلص سوق دول مضروب وظاهرة بير السلم بشكل كبير جدا 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 حتى لو كانت هي دي أرهاقتنا كل يوم لجان وكل يوم تفتيش أنا بالنسبة لي دايماً أي منتج بفكر فيه لو فكرت في سعره الأول حاجة على المنتج فلازم الأول المنتج نفكر فيه ونفكر في فكرته ونعمل الطرائل بتاعته ونجربه ونشوفه في السوق وبعد كده نبدأ ننتج ونصع الجودة العالية سعرها مطلوب ومعروف معروف الناس دلوقتي بقيت عرق مش مستحملة كتر الأمراض اللي موجودة والأمراض الوبائية فكان كل الناس بتدور مهما كان تامل المنتج مجموما يكون جودته هنا تكتبه كنت تكلمتني أباش مهمز ممدوح على إن مشروعك أو مشروع حياتك إنك تعمل كونتاكت بين المربي وبين الشركات وشركات الأدوية ومصانع الأعلاف وكذا وكذا أحبك تعرض لنا الفكرة قد تلاقي رواج البداية هي مبادرة للتكامل بين الشركات الدواء وشركات العلاف وشركات المعدات للمربي مش كفاية أن أنا أعمله سمينار وأجيبه وأقول له محاضرة ويطلع خلاص ما فيش زي ما دخل أنا عايز الشركات دي تتكامل إنها تنزل للمزرعة تقيم له المزرعة بتاعتها تقيم له التهوية تقيم له التدفئة الفرشة بتاعته إزاي أنا آمن كشركة أدوية على الدواء بتاعي في المزرعة ما أنا الدواء بتاعي كويس بس هو نزل المزرعة غير مجهزة فالمربي هيقول لك الدواء بتاعي أنا نزلت الكاتكوت وعندي مشكلة وأنا لازم أقيم المزرعة هالهي مجهزة أو غير مجهزة أنا لازم أفكرك لأنه إحنا وإحنا بنتناقش في هذه القصة حردتك قلت لي يوميها إنك كمان عايز أن الشركة أو المصنع أو كذا أو كذا أو كذا يدعم ماديا المربي قلت لي الفكرة دي بس مش عارف كانت يعني هو فيه بودجت كبير للتسويق عند الشركات دي أيها بدل ما هو بيروح في معارض أو بيروح في سمينار ما هو ممكن برضو كيوجه جزء من من دعايته من دعايته من تسويقه أنه هو يطور مزارع العمل بتوعه لأنه ده هيفيده أكتر هو لما المربي هيشتغل أحسن هيعود عليه في الآخر يعني هو يساهم في تطوير مش كمان الفكر مش هو الوقت يعني مش شركة دواء لازم يتكملوا كلهم شركة دواء مع مصنع العلف مع شركة المعدات لازم مع شركة الكاتكوت لازم كلهم يتكملوا في أن هما يدعموا المربي أكتر مش كفاية أنه هو يعمل له سمينار طيب هاستسمحك نشوف دكتور أحمد متحت شركة أتكوت ونرجع نختم إن شاء الله تفضلوا جمعا شركة أتكو فارما شركة بتعتبر من الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواء الطب البطري الدواء الخاص بالدواجن والنرجع أنيمال تحديدا بدأت الشركة تتجه لأن هي تصنع الدواء البطري الخاص بيها في ألفين وواحد عن طريقة طول مانيفاكتشر بدأت في إنشاء مصنع أتكو فارما للصناعات الدوائية سنة ألفين وستة وحصل الافتتاح في ألفين وحداشر المصنع النهاردة قائم بقاله ثمان سنين بيخدم مجال الصحة العامة صحة الإنسان والحيوان على السواء المصنع حاصل على شهادات جي أم بي من منظمة الصحة المصرية وحاصل على شهادات عالمية زي الكواليتي كونترول 100 من لندن الشركة النهاردة بقت بتصدر لأسواق كتير برا مصر سواء شرق أسيا أو أفريقيا الوسطى أو غرب أفريقيا الصعوبات بتكون في الدول اللي احنا بنصدر له طبعا كل دولة بيبقى ليها اشتراطات خاصة بيها عشان تصدر لها المنتجات بتاعتك ففي دول بيبقى وقت التسجيل هناك بسيط من 3 ل 6 شهور وفي دول بياخد التسجيل سنين سنتين و3 و4 لحد ما تكمل الملف بتاعتك وتبدأ تصدر المنتج بتاعتك للدول دي احنا حاليا في 16 دولة رانينج ان احنا بنصدر لهم بالفعل خلصنا 10 دول صدرنا الأغندا والكينيا والسودان والمغرب السعودية الأردن الكويت الإمارات نيبال نحن بنهتم رقم واحد بالكواليتي الكواليتي بتاعتنا خلتنا مؤهلين ان احنا نصدر لانجلترا صدرنا منتج من المنتجات الخاصة بقاتكو فارما لانجلترا واخترقنا الحمد لله في التلات سنين اللي فاتهم مجال الدول بشري بقى عندنا اتنين لاين بشري دلوقتي شغال في السوق المصري بيسوقوا حوالي 12 مستحضر وبلانينج ان شاء الله في 20-25 خطة خمس سنين نبقى من الطب تن في مجال الدول بشري في مصر ان شاء الله اتكو فارما السلوجن بتاعنا كواليتي وي كير كواليتي احنا طبعا رقم واحد لحد رقم 100 عندنا هو الجودة وده الحمد لله خلانا عندنا مصدقية كبيرة جدا في السوق المصري وفي الاسواق الخارجية وخلى الكاستمر بتاعنا بقى عنده تراستابيلتي في كل المنتجات اللي اتكو بتقدمها المنتج لو المربي او الشركة او العميل استخدم منتج بالمقابل لو عرف ان فيه منتج بديل اتكو فارما بتنتجه اوتوماتيك عدد تراستابيلتي في المنتج وبيستخدم المنتج وانا بختم حلقتي النهاردة اللي انا سعيد بها جدا حابب اطلب من المهندس مدوحة العمارية طلبين اول طلب انك انت تبلغ شكري وتحياتي خالص تحياتي لفريق عملك المحترم والقصرتك اللي انت مسميهم قصرتك الشركة بتاعتك الجميلة دي اللي بتبدع واللي بتبهرنا حابب تنقلهم تحياتي ده اول طلب تاني طلب ورجاء لا تحبط يا بش مهندس ما تخليش حاجة تحبطك انت حد بيقدم فكر ومنتج جيد جدا فما تخليش حاجة تحبطك لان الاحباط يعني مش عارف اقولك ايه بس انا مش حابب ان انت تحبط استمر فيما انت مستمر علي الحمد لله الاحباط يعني بعيدا عننا كفريق اعمل ان شاء الله وانا بشكرك على الاستضافة بتاعتنا النهاردة ودعمك لينا وان شاء الله موسم رائع ان شاء الله انا اللي شاكل ليك وان شاء الله السنة الجاية نحضر معاك نفس الايفنت كل الايفنت بتاعك احنا هنعرضه عندنا على قناة اليوتيوب بتاعتنا والناس هتفرجوا وهنعرضوا في حلقات وهنستعير هنستعير منه اجزاء مهمة جدا اتقالت بتخدم كل موضوع احنا بنتكلم فيه هنا فشاكر فضلك وشاكر وجودك شكرا 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 جزيل اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته